بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في بارت 11 Variability in Resistance والموضوع ده مهم جدا اللي هو المقاومة تتغير المقاومة عندي بتاعة المواد اللي أنا شغال عليها وإحنا طبعا بنتكلم على Renforced Concrete اللي هي بتعتبر مادة Compset اللي هي بتتكون من Concrete و L-Steel فحنا بنقول إن Variability بتاعة بتاعة الكونكريت وبتاعة ممكن تؤدي إلى إن المقاومة بتاعة Renforced Concrete اللي هي المادة Compset دي هي التقل وإحنا عندنا المشكلة إن الخرصانة دي تعتبر مادة بمعنى إيه؟ إنها بتتكون من مجموعة من المواد زي الجرافل زي السمنت زي الووتر زي الأدميكترز أي Mixed Proportions في تغيير ممكن يؤدي إلى إن الـ F-C- بتتغير ومشكلة الخرصانة إن أنا عندي فاكتورز كتير جداً ممكن تغير الـ Compressive Strength بتاعتها على سبيل المثال لو أنا غيرت الـ Water Sement Ratio أثناء عملية تنفيذ الخرصانة ممكن في الحالة دي إذا ما عارفين إن كل ما الـ Water Sement Ratio عندي بتزيد الـ Compressive Strength بتقل الحاجة اللي بعد كده مثلاً على سبيل المثال موضوع الـ Compaction لو أنت ما عملتش الـ Compaction بتاعك بطريقة بروبر طريقة صحيحة ده بيؤدي إلى إن كمية الـ Voids اللي عندك ودي أخطر حاجة في الخرصانة إن الـ Voids اللي عندك لو زادت ده يؤدي إلى إن الـ Compressive Strength بتقل عملية اللي كيورنج لو ما عملتش عملية اللي كيورنج بطريقة مناسبة ده يؤدي إلى إن الـ Compressive Strength بتقل إذاً هناك مجموعة من العوامل فعملية التصنيع بتاعة الخرصانة بتؤدي إلى إن الـ Compressive Strength ممكن تقل وفي الكلام ده يؤدي إلى إن اللي يحصل عندك Variation for Resistance وخصوصاً حتى في نفس المكان يعني أنا ممكن تلاقي خرصانة موجودة في الجزء ده وخرصانة موجودة في الجزء ده وليه مقاومة مختلفة ليه؟ لإن مثلاً سيئة إن أنا عملت Combation هنا بطريقة وعملت Combation هنا بطريقة مختلفة الموضوع دوت في الـ Steel نادر ما بيحصل لإن الـ Steel عندي مادة 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 موجينيز وبالتالي الـ Strength بتاعتها ما فهاش مشكلة يعني لما بنيجي نقول إن أنا شغال على Fy بـ 140 يبقى هي هتبقى 140 المشكلة التانية اللي بتؤدي إلى Variation for Resistance إن أنت في اللوحات الإنشائية عمل قطاع معين ليه؟ أبعاد معينة ممكن أثناء التنفيذ الأبعاد دي بتتغير لو الأبعاد دي تغيرت يبقى الـ Strength اللي عندك بتاعة السيكشن هتتغير نمبر ثلاثة السيمبليفكيشنز اللي إحنا مستخدمينها في المعادلات لإن إحنا عندنا مجموعة من المعادلات المعادلات دي هي فيها مجموعة من الفاكتورز إحنا عامين عملية تبسيط أحياناً في استنتاج المعادلات أو في استنتاج الـ Resistance بتاعة السيكشن وبالتالي دوت كله ممكن يؤدي إلى Variation for Resistance وده بالتالي يؤثر على موضوع Safety بتاعة L-Structions علشان كده لازم ناخد بنا من الثلاثة Factors الخرصانة اللي عندي الخواص بتاعتها هتأكد فعلاً إن الخرصانة في الموقع لها نفس اللي أنا فرضها في المعادلات تنفيذ القطاعات عندي هو نفسه بنفس الأبعاد اللي موجودة فيه اللوحات نحاول نقلل التبسيط في المعادلات على قد ما نقدر لأن دوت بيؤدي إلى إن عملية الـ Division بتاعة الـ Strength بتاعة القطاع بتتغير ترجمة نانسي قنقر